الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة أحد أعضاء الجهاز الهضمي وأكثرها طولاً حيث يبغ طولها من 5 إلى 6 مترات وهي الجزء من الأمعاء الذي يمتد من نهاية المعدة إلى بداية الأمعاء الغليظة أما عن السطح الداخلي لها فإنه مغطاً بعدد كبير من الخملات والتي تعمل على زيادة المساحة السطحية للخلايا مما يساعد في عملية الامتصاص بفضل الخلايا الموجودة على جدارها تتكون الأمعاء الدقيقة من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي الاثنى عشر وهو اللزء الأول والأعرض من الأمعاء الدقيقة والموجود حول رأس البنكرياس في شكل حرف سي يبدأ المعاء الاثنى عشر في باب المعدة في الجانب الأيمن من البطن وانتهي في الموصل الاثنى عشر الصائمي في الجانب الأيسر من البطن ويعتبر هذا الجزء هو الأكثر أهمية بين أجزاء الأمعاء الدقيقة نظراً لحدوث الهضم الكيميائي فيه المع الصائم وهو الجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة والذي يشكل خمسيها يقع في مركز ويسار البطن ليصل بين المعاء الاثنى عشر والمعاء اللفائفي ويتميز هذا الجزء من الأمعاء الدقيقة بوجود خلايا متخصصة تنطص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم المع اللفائفي وهو الجزء الثالث والأخير من الأمعاء الدقيقة ويشكل حوالي ثلاثة أخماسها يقع في الربع الأسفل من البطن ليصل بين المع الصائم والمع الأعور بداية الأمعاء الغليظة وتكمن أهمية هذا الجزء في كونه المسؤول عن امتصاص ما تبقى من عناصر غذائية خصوصاً الفيتامينات وأملاح العصارة الصفراوية أما عن أهمية الأمعاء الدقيقة فتعد من أهم الأعضاء التي يتكون منها الجهاز الهضمي لما تقوم به من وظائف تتمثل فيما يلي مزج العصارات الهضمة القادمة من البنكرياس بالإضافة إلى العصارة الصفراوية مع الغذاء وذلك من خلال قيام عضلات الأمعاء بالتقلصات العضلية وكذلك الزوائد الجلدية والأهداب المتخصصة الموجودة على جدارها والتي تعمل على تحريك جزيئات الغذاء في الأمعاء ومزجها مزجاً كاملاً امتصاص الغذاء المهضوم من خلال الخملات ونقله إلى الدم لتزويد كافة أعضاء جسم الإنسان به عن طريق جهاز الدوران ويساعدها على ذلك وجود الانحناءات التي تزيد من نساحة الأمعاء فضلاً عن طولها النسبي هذا بالإضافة إلى معادلة درجة حموضة الطعام بعدما تعرض له من عصارة هاضمة شديدة الحموضة أثناء وجوده داخل المعدة وذلك من إنزمات خاصة موجودة في الأمعاء تعمل على معادلة الرقم الهيدروجيني للطعام المهضوم ترجمة نانسي قنقر